السلام عليكم ورحمة الله نواصل حديثنا عن الـ Liquid-Liquid Extraction ونتكلم الآن بتفصيل أكثر عن خطوات عملية الـ Liquid-Liquid Extraction ذكرنا بأن الخطوة الأولى هي bringing the feed and the solvent together into contact if this is the feed نتوقع بأنه this is the solvent لدينا هنا الفيد وهنا السولفان they don't mix together لماذا؟ لأنه في تعريف الـ Liquid-Liquid Extraction ذكرنا بأنه they are immiscible in each other فيتكون لدينا هذا الشكل متى ما وضعوا مع بعضهم البعض طيب كيف؟ How do we overcome this؟ We introduce Mixing into the system Mixing Mixing وهو عبارة عن Intensive Mixing مع عملية الميكسين نتحصل على هذا الشكل هذا هو الـ Continuous Phase هذا هو الفيد ويبدأ يبدأ يبدأ الصولفان يتوزع على هذه الدروبلتس قطرات داخل الفيد مع هذا التوزع تبدأ عملية الماس ترانسفير ما بين الـ Component that we would like to separate والصولفان لماذا يحدث هذا الماس ترانسفير لأنه لدينا Affinity Affinity الفة ما بين هذا المكون والصولفان فتبدأ عملية الماس ترانسفير إذا نظرنا إلى الشكل الأول أو الشكل A بنجد بأنه هنا أيضا تحدث عملية الماس ترانسفير لكن it only occurs on the contact surface بينهما تحدث فقط في السطح الفاصل بينهما فعملية الميكسين مهمة جدا لماذا؟ لأنها it increases the active surface وتعمل على dispersing السولفان داخل الفيد وبالتالي تزيد مساحة السطح الفعال وتحسن عملية الماس ترانسفير بعد إعطاء عملية الميكسين الفترة الكافية لضمان جودة الماس ترانسفير we stop the mixing بعدها مباشرة if this is B نتحصل على الشكل C وهو رجوع two phases together ينفصل السائلين من بعضهم البعض لكن في هذه الحالة يكون لدينا extract extract وهو والسائل الآخر بنسميه الرافينيت الرافينيت هو عبارة عن الفيد مفقودا منه المادة المطلوب سحبها والإكستراكت هو عبارة عن السولفانت مضاف إليه المادة التي سحبت من السيستم ترجمة نانسي قنقر